السؤال بعد كده لو سمحت عندي 3 صبيان عايز اعرف الوزن المناسب لعمره حلو واحد عنده 8 سنين والتاني عنده 7 سنين والتالت سنة ونص طيب هو مبدئيا احنا عندنا معادلة بنعملها بنعرف بيها وزن الاطفال هي معادلة تقريبية لكنها اقرب ما تكون اقرب نموذج للحقيقة يعني بس المعادلة دي شغالة لغاية عمر 5 سنين بس يعني 5 سنين او على اكثر اوي 6 سنين ايه المعادلة دي المعادلة دي بتقول العمر بالسنين في 2 زائد 8 تمام نقل العمر بالسنين في 2 زائد 8 يلا نقول يعني طفل عنده 3 سنين 3 سنين العمر بالسنين في 2 ب6 زائد 8 يبقى 14 العمر بالسنين مثلا 4 سنين العمر بالسنين في 2 4 في 2 ب8 زائد 8 يبقى 16 خلاص نرجع بقى للطفل الأخير اللي هو عنده سنة ونص طفل سنة ونص يبقى نقول إيه نقول العمر عند سنة العمر بالسنين سنة في 2 يسوي 2 زائد 18 يبقى الطفل اللي عنده سنة وزنه 10 الطفل اللي عنده سنتين اللي عمر بالسنين في 2 زائد 8 يبقى وزنه 12 يبقى الطفل اللي عنده سنة ونص يبقى وزنه المثالي كام 11 خلاص ده بالنسبة للأطفال الصغارين أما بقى بالنسبة للأطفال اللي عندهم 7 سنين و8 سنين الوزن بتحسب بطريقة تانية خالص بتحسب ازاي الأطفال الأكبر بتحسب بحاجة اسمها الـ Body Mass Index أو مؤشر كتلة الجسم وده عبارة عن الوزن بالكيلو جرامات هي معادلة كده برضو الوزن بالكيلو جرامات على مربع الطول بالمتر تمام؟ على فكرة المعادلة دي هي أساس حساب الوزن عند الكبار كمان هقول لكم مثلا يعني مثلا الوزن بالكيلو جرامات يعني مثلا حد عنده هقول لكم ازاي دلوقتي يعني طفل مثلا وزنه 30 كيلو يبقى بنحط التلاتين فوق وطوله مثلا متر وخمسة وستين يبقى نحط كده نضرب واحد علامة عشرية خمسة وستين في واحد وخمسة وستين من مية يعني الطول تربيع الطول بالمتر مربع تمام كده؟ الوزن على مربع الطول هيطلع لنا نتيجة خدوا بقى عندكم النتائج وطبقوها على نفسكم كمان حضراتكم ككبار ده دي الوزن بتعمل كده هي دي الطريقة الصحة اذا طلعت النتيجة ان احنا لما نقسم الوزن على مربع الطول بالمتر لو طلعت النتيجة ما بين تسعتاشر الى اربعة وعشرين يبقى الوزن ده طبيعي عندنا من تسعتاشر طبيعي لغاية اربعة وعشرين وما بينهما طيب لو النتيجة طلعت ما بين خمسة وعشرين الى تسعة وعشرين يكون فيه زيادة في الوزن احنا هنا بسميها ايه؟ يبقى الطفل ده او الكبير ده راجل او سيدة شاب او فتاة لو طلعت النتيجة بتاعة المعادلة دي من خمسة وعشرين لتسعة وعشرين يبقى عنده زيادة في الوزن طيب لو النتيجة طلعت من تلاتين لغاية تسعة وثلاتين يبقى عنده الشخص ده عنده سمنة اللي هي بتسميها أوبيزيتي حلو؟ اذا كانت النتيجة فوق تسعة وثلاتين فده بقى تشخيص طبي دي حالة مرضية اسمها ايه؟ اسمها السمنة المفرطة مربد أوبيزيتي تمام؟ دي حالة مرضية خطيرة طيب مش احنا قلنا ان الطبيعي ما بين تسعة وعشرين طيب لو النتيجة طلعت اقل من تسعة وعشرين يبقى دي حالة مرضية برضو وهي النحافة النحافة الشديدة تمام كده؟ يبقى تطبيق معادلة الوزن ده يا جماعة ان الوزن يعني هي دي المعادلة الصح ليه؟ انا بقول لكم الكلام ده لان الناس كده تقول لك ايه؟ اصلنا طولي 176 فلازم وزني يبقى 76 فيه طريقة كده انتشرت فترة كده ومتورسنها الأجيال يقول لك ايه؟ ان الوزن المثالي هو الطول لكن نشيل منه مية ده غلط ده غلط زي ما قلتلكم دلوقتي حد يبقى طوله مثلا 165 سنتي يقول لك الآن لازم وزني المثالي بـ 65 ده كلام غلط الوزن الوزن عشان تعرف حددتك وزنك مظبوط ولا لا نقسم الوزن على مربع الطول تمام؟ على فكرة انخفاض الوزن يعني طلع أقل من 19 ده خطر برضو يعني زي ما زيادة الوزن خطر قلة الوزن خطر وقلة الوزن كمان بتعمل مشكلة في القدرة على بزن المجهود الطبيعي لأنه بيكون أقل ما بيكونوش عارفين يبزله بقى مجهود الطبيعي مش المجهود الزائد يعني ده غير أنه ممكن يحصل مشاكل في الهرمونات وقت البلوغ لو الموضوع ده عند الولاد أو البنات والحكاية دي الحقيقة بقت ملحوظة قوي هقول لكم ليه؟ بسبب حالة من الهوس كده عند كتير من البنات تحديداً أنهما يبقوا رفيعين قوي بالنحافة يقول لك خايفين ندخن وفي أمهات أحيان تقول لك أصلي هي قابلة للتغن مقابلة للتغن يعني لأ هي تحت سن البلوغ فما تدفعوش أنتو الأمور إلى نحو أنها ممكن تبضر الرشاقة حاجة كويسة جداً جداً خلاص بس بشرط زي ما قلنا تطلع نتيجة المعادلة الوزن على مربع طول ما بين 19 و 24 تمام كده؟